السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة هقدم ليكم المشروب الرسمي للشتاء هنعمل مع بعض السحلب وهنعمله كمان نباتي ومناسب لكل أنواع الدايت والكيتو دايت والمرضى السكري على نظام الكيتو والمرضى حساسية الجلودين وحساسية الألبان هنعمله بطريقة مختلفة خالص وكمان مشبع جدا يلا بينا نشوف طريقة العمل هقول دلوقتي المكونات وكمان بدائل المكونات أنا معايا هنا حليب اللوز وأنا عملته معاكوا في فيديو قبل كده إزاي نعمل حليب اللوز ونحتفظ به في الفريزر وقت ما نكون عايزين بنطلعه بيكون معانا بالشكل ده أنا بحتفظ به في الفريزر بالشكل ده وبطلع منه وقت ما يكون عايزة وبديل حليب اللوز ممكن نستعمل حليب جوز الهند ده بالنسبة للكيتو دايت بالنسبة للدايت العادي ممكن نستعمله حليب قليل أو خالد دسم معي معلقة واحدة من مبشور جوز الهند ومعلقتين كبار اللي هو معلقة الطعام يعني من دقيق اللوز كيس واحد من سكر استفيا ومكعب واحد من الزبدة انا اخدت الحليب بتاع اللوز ده وحطيته في المايكرويف علشان يفك والبديل بتاعه زي ما قلتلكه حليب جوز الهند بالنسبة للكيتو وبالنسبة للضايط العادي اي حليب يكون قليل او خالد دسم انا محتاجة منه كوب كبير الكوب ده 250 ملي ونضيف دلوقتي دقيق اللوز معلقتين طعام من دقيق اللوز ومعلقة كبيرة من مبشور جوز الهند ممكن تعمله الوصفه كله مبشور جوز الهند او دقيق جوز الهند او تعمله الوصفهيل لبقى 1 both days ونضيف نص كيس بس من سكر استفيا해 السكر حسب الرغبة تحطه زيادة واقل زي ما عايزين وهنقلب بقى دلوقتي الحاجات دي كلها بالمضرب اليدوي لغاية لما يختلطوا مع بعض كويس وبعد كده هناخد القصرولة دي ونحطها على عين البتجاز على نار هادية هنحط بقى دلوقتي القصرولة دي على نار هادية مع تقليب مستمر كده في الوصفة أنا هنا هستعمل قطعة من الزبدة القطعة دي 10 جرام بالنسبة للناس النباتيين ممكن يستعملوا زبدة نباتي أو يحطوا معلقة من زيت جوز الهند وبالنسبة للضيت العادي ممكن يلغو الزبدة خالص من الوصفة بس هي بتدي طعمه حلو وعادي لو أخدنا في الضيت العادي مكعب من الزبدة بالعكس بيعلي الحرق جدا دلوقتي هقلب كده لغاية لما الزبدة الدوب وأول ما يبدأ يغلي معانا حليب جوز الهند أو حليب اللوز بيغلي غلوة واحدة بس على النار ما تخلوش يغلي كتير علشان ما يفصلش منك خلاص كده هو بدأ ان هو يغلي معانا أول ما يغلي معانا بالشكل ده يبدأ يعمل معانا كده خلاص كده هو جاهز هنقفل عليه بقى دلوقتي نر البتجاز ونروح نزبط السحلب بتاعنا أنا دايما في المشروبات بحب استعمل الكبيات الصغير دي لإنه بصراحة جميلة وكمان بتدي شكل حلو فهنحط بقى دلوقتي السحلب السحلب ده يدينا اتنين مج من الصغير ده هنحط بقى دلوقتي السحلب بالشكل ده وبعد كده هنبدأ ان احنا نزينه هو دلوقتي خفيف معانا لكن لما يبرد حاجة بسيطة كده بياخد قوام تقيل على ما جهزت بقى الحاجات اللي انا هحطها على الوش كان برد معانا شوية انا هحط بقى دلوقتي على الوش شوية كده من القرفة القرفة جميلة وطعمها حلوة قوي مع السحلب وكمان بتعلي الحرق هنحط رشة بسيطة كده من القرفة وهنزينه برضو بأي مقصرات متاحة عندكم انا هحط على الوش كده شوية بسيط من السمسم وهحط برضو شوية على الوش كده شوية بسيط من اللوز المجروش طبعا قدموه بطريقة اللي انتوا عايزينها هحطوا اي حاجة انتوا عايزينها بس اساسي معانا القرفة لان هي هتزبط لنا الطعم قوي اي انا خلاص كده زي انتوا بشوية من المقصرات والقرفة والسمسم وبيكون جاهز معانا سحلب جميل نباتي وطعمه اكتر من رائع زي طعم السحلب اللي احنا بنعمله بالزبط جربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكم مناسبة للكيتو دايت وكمان مناسبة لكل انواع الدايت والمرضى السكري على نظام الكيتو والمرضى حساسية الالبان وحساسية الجلوتين ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وبالف هانا وعافية